في حاجة أخيرة برضو حب أقولوكو عليها لو جمنا الفيديو الأخراني عن العدسات اللاسقة العدسات اللاسقة الحقيقة في حاجة البنات بقى في الثلاثة شرات واربعة شرات بيبتدوا بقى يبصوا على بعض ويبتدوا يتعاملوا مع بعض ويشوفوا ايه اللي بيحصل في الدنيا من ضمن الحاجات الفانسي اللطيفة ان هي تحب تلبس عدسة اللاسقة اعالى عنها العدسات اللاسقة دي سطح مرن في ميا الميا دي بنحطها على سطح لين تخيلوا بقى وهي عمالة جمعة التراب وإفرازات البروتينات والحاجات دي كلها أفن عليها الجفن في درجة حرارة 37 درجة للأسف الشديد برضو دي العدسات اللاسقة زي بحنا شايفين كده سطح مرن بييجي على سطح لين بيبقى مختلط بالدموع بيجمع عليه بعض الإفرازات والدموع بيصلح قسر النظر بيصلح طول النظر وبتصلح الأستجماتيزم كمان وكمان بيصلح القرام بعيد وقريب لمن هم كبار السن أي حد بيعمل عدسة لسقة لازم يبقى معنا نظارة لأن لو عينه حمرت أو دخلت فيها تراب مش حيطر يلبس عدسة لسقة لازم يلبس النظارة فبالتالي دي حاجة فيه منتهى الأهمية إن احنا يبقى معنا نظارة احتياطي ونقدر ننظف ونتعامل مع العدسات اللسقة بطرق مختلفة المحلول مهم نوع المحلول نوع العدسات اللسقة مهم خدوا بالكم إن مش كل عدسة لسقة أي عدسة لسقة ينفع تيجي على سطح هنا الانحراف أو الإستجماتيزم ده هو بيدي صورة في الصورة عنيفة وفي العدسات الصلبة أو العدسات التوريك اللي هي اللي هي التوريك بتصلح درجات عالية من درجات الإستجماتيزم بتصلح لتلت درجات أو أربع درجات زي ما قلت لكم كده ممنوع تماما ننعمل عدسة لسقة تماما ممنوع نحط أطارات أو أدوية عليها لإنما بنحط أطارات أو أدوية عليها بتمتص في مادة العدسة اللسقة وبتعمل زي ريزيرفوار ما فيش حاجة اسمها عدسة أسبوعية أو شهرية أو يومية كلام ده الحقيقة كلام بطل من زمان والممنوع تماما ننعم زي ما قلت لكم بالعدسة لسقة أربعة في الأربعة وشرين ساعة حتى دخلنا نمنا ساعتين نقلعها ونحطها في المحلول لأن احنا مش عايزين مشاكل ومش عايزين أذى على عين بنت صغيرة في سماء عامة أو في دخل الجامعة أو خلافه تنتهي بأن احنا نحتاج نعمل عملية زرعة قرنية أرجوكو يعني الحاجات دي حاجات مهمة وما نهملش خالص خالص في صحتنا لأن ده في الآخر ثمنه غالي جدا هو النظر وقد يكون ثمنه لأين بالتالي مصادر العدسات اللاسقة لازم تكون من مصادر موثوقة المصادر موثوق الوحيد اللي عرفه هو الطبيب المعالج دكتور العيون المتحصص لأن الحقيقة ما ينفعش جاكتنا نابسه ده كلنا نلبسه مش منطقي أما بنروح الصيدلية أو بنروح الكوافير أو كده يعني إذا يصلح أن احنا يطلع لنا من الدرجة عادسة أقول لك خد البس دي وخلاص مهما كان مسمى هذه العدسات فأرجوكو دي حاجة في منتهى الأهمية دي أدوية أو مواد طبية سوء استخدامها يؤدي إلى فقدان الإبصار وإحنا الحقيقة الإبصار دي نعمة كبيرة جدا جدا مش عايزين نفقدها في نهاية حلقة النهاردة كلمنا على العودة إلى المدرسة كلمنا على النصائح الطبية زي بن زاكر كلمنا على زي نهتم بعنينا وإحنا راحين المدرسة ونكتشف الأشياء مبكرة في حالة الوضع الطبيع للأين كلمنا كذلك على أن الوقاية دايما أفضل مع علاج وضرورة ضرورة استشار طبيب وضرورة فحص الطفل قبله دخول مدرسة مرة وعند 4 سنين ليه لأ ولو في أي شكوى نيجي نشوفه ليه لأ لو في أي شكوى أو تاريخ مرضي في الأسرة قصر نظر أو طول نظر أو أمراض وراثية نشوفه نتطمن عليه وأتمنى الصحة الحقيقة والعافية لكل الولاد الحقيقة كم مليون طفل في المدرسة وشاب في المدرسة وفي الجامعة وتمنى حقيقة كل التوفيق برضو لأهليهم في مجهوداتهم ونشطاتهم ورياضتهم كل حاجة وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم وحتراما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة